ريمو بحقية أيضاً المشاهدين سنجري مقابلة سريعة مع الوزير غجر شو الألقاب الداب تعني لك بداية يعني معالي أو ما كتير فتمسك بالألقاب أو شو أنا بفضل ريمو بصراحة الألقاب بحياته ما عنيت ليه أنا باسيكلي إستيس جامعي واشتغلت بالوزارة من 2007 وكمستشار وكنت نائب رئيس بالجامعة وعميد ونائب عميد سو الألقاب بتروحوا بتجي بس بالآخر الشخص ومعلوماته وخدمته للمجتمع وقدرتوا أنه يخدم ويتفهم مطاليب الناس اللي هو يعني بالجامعة مطالب التلميذ ومطالب المؤسسة وبالمجتمع اللبناني خاصة يعني نحنا بحاجة ميسي أنه نكسب ساعة المواطن بعد فترة 30 سنة مش عم نقدر نأمن كهرباء بشكل مستمر بأسعار مقبولة وبشفافية كاملة أنا اليوم كالصحافي بيقول لك حضرة الوزير ما عندك أي مشكلة يعني بياخد راحتي وما بحس أني عامل الذنب أعيت لي ريمون عن المشكلة إذن استغنينا عن قصة الغلقاب بداية بالنسبة للشغل يعني اليوم في ظرف استثنائي في مرحلة استثنائية في ثورة وانتفاضة حصلت بالبلاد ما فيك تقعد يعني اليوم في مرحلة شغل في مسؤوليات وفي أمور كتيرة وعدت فيها المواطنون منذ الأمس وحتى تتكلف رئيس حسان دياب وعد المواطنين بحكومة مستقلين ولكن ما كانت حكومة مستقلين قال مبارح أنه الكل بيعرف ظروف البلد ولكن اليوم إذا بقتطلع بالشارع يلي كان عم يطالب بحكومة ما كانت عم بيقول على قدر تطلعاته لأنه غير مؤلفة من مستقلين شو بتقول لهذا الشارع اليوم؟ أنا ليك عندي شغلي جربونا قبل ما تحكموا علينا يعني اليوم أنا اشتغلت مع سبع وزراء الناس عم بيقولوا ريمون غجر مستشار الوزير جبران باسيل طب ليش ما بيقولوا مستشار أرتير نازاريون أو مستشار ألان تابوريون أو مستشار محمد الصفدي يعني أنا كنت مستشار رألهم كلهم وحيا الله وزير كان بيقدر يقلي فل على بيتك أنا بيشتغل يمكن مش بشخص الوزير باسيل اللي هني قصدون على نهج سياسي معيان أنت قريب منه فبالتالي ما قصدين هني أن المشكلة مع الوزير باسيل بشكل شخصي لا عم بقول أنا أنه أنا عم بيشتغل تقنيا مع كل الوزراء أنا جاي لحتى اكسب سئة المواطن بشكل أنه يعرف أنه هيدا جاي ليحل المشكل المشكل مش لحينحل بكرة مش لحقلهم أم تين بدا تيجي الكهرباء أنا عندي حلول وكل حال عنده وقت محدد لحتى يتنفذ إذا نعطى الفرص التقنية والقانونية والمالية والإدارية الوزير مش هو اللي بيعمل المشاريع الوزير هو اللي بيكترح الخطط بتروح على مجلس الوزراء مجلس وزراء بوافق علي لكن يستشيرك فيها صحيح أكيد أنا اللي بطلع أنا اللي بيعمل الخطة يعني كنت مخطئ بإذا بدك لما أعطيت رأيك كان رأيك خاطئ لما شفنا الكهرباء أو لما شفنا بصيص أمل أو لما شفنا ناحية إيجابية بموضوع الطاقة يعني لما حضرتك تم استشارتك كان رأيك غير صائب لا أنا برأيي كل رأيي بدك تحطه بالконتكست تبع الوقت يعني اليوم المشاريع اللي اقترحناها بال2007 وبال2009 وبال2010 وبال2017 بوقتها كانوا أنا برأيي الحل المناسب لهذا الوقت اليوم نحن ببلد مفلس في عنا مشكلة مالية الحلول مش لح نستنبط حلول من الصفر يعني نحن اليوم مش إنجاز إنك تقول بدي يجيب كهرباء كل العالم عنده كهرباء المشكلة إنك تضبط المشروع بشكل إنه يتلقم مع الوضع اللبناني يكون شفاف لأنك أنت عم تستعمل المال عام مش مال خاص وأهم شيء أهم شيء تكفز هذا عم يتم أساساً تعامل بشفافية مع المال العام يعني ده هو خط أحمر إذا بدك ودقيق تعامل معه أنا بالنسبة لقلي المال العام مؤدس هذا مش مالي يعني أنا وقتل بدي أشتغل بمال الناس اللي هني عم بيطعبوا ليدفعوا الضرائب لحتى ياخدوا خدمات معناتها أنا بدي أعمل المستحيل وبدي أطبق القانون أنا القانون بيقلي عمال هيك بدي أعمل هيك بيقلي بهيدي الحالي بدنا نعمل هيدا الشي بهالطريقة لأنه بالظروف المعينة اليوم أنت بتعرف في عنا وضع مالي كتير استثنائي وفي عنا ضرورة أنه يكون نستقطب أموال من الخارج من خلال المؤسسات الدولية وقال له ما حدا بيجيني ما حدا حيجي يستثمر مليار دولار بمعمل كهرباء بمؤسسي أصلا هي مش قادرة تشبي لحتى بس تشتري فيول فإذا نحنا مشبورين نعمل المشروع بشكل أنه يتلقم مع الوضع اللبناني ويكون شو يعني يتلقم مع الوضع اللبناني اليوم عم نحكي بأبسط البديهيات عم نحكي بكهرباء صحيح سنوات وسنوات كان مع الوزارات المتعاقبة فترات ووقت التفكير يعني مش أنه عم بيباغطوا الوزارات لا في وقت تفكير اليوم برأيك بعد كل خبرتك مش مفروض يكون عندك إذا بدك نظرة معينة وتقدر تقول لا أنا اليوم بدي حدد وقت أنا اليوم ما بق في شي اسمه وقت ضايع اليوم صلنا عم نحكي بضرف استثنائي بدي أقول بهالفترة المعينة حسب أنا خبرتي اليوم كتقنة وكمهندس بعالم الطاقة بدي تقريبا نحنا بلبنان سنة مثلا لنحصل على الكهرباء 24 على الأمر وعشرين بدي سنتين بدي أشهر مبارح قلت ما بدي أعطي مهل معينة ما بدي أعطي وقت ليش ما اليوم خبرتك كاختصاصة أنك تقدر تحدد وقت صح ولا لا يعني فترد لح أعطيك اكزومب كتير بسيط اليوم إذا بدي أعمل معمال كهرباء المعمال الكهرباء بيطلب تحضير ضفتة شروط إجراء مناقصة تحضير العقد يعني تعمل الانجوزيسيون للعقد وتبلش الكنستركشن اللي هي بياخد حوالي السنتين للسنتين ونص أوكي سوى الوقت لتعمل معمال ببلد يعني اليوم إذا بتعمل هيدا بأميركا أو بكندا الوقت المطلوب هو حوالي ثلاث سنين لأربعة سنين ونص حسب كبر المعمال وحسب المشاكل الموجودة بالبلد من انفيرمنتل متيجيشن وكنسورنز وبدأك تياخد رأي الشعب كمان إذا مقبول هيدا المعمل ولا لا حضرت وزير بس في شغلة معينة كرمال تكون واضحة للمشاهدين بدك نبلش مع حضرتك نعد من مبارح من وقت ما حضرتك سرط برسلة وزير الطاقة ولا بدي بلش عد معك من الالفان وسبعة يعني بدي عد تراكم خبرات وتراكم سنوات انت موجود فيها بدهاليس وممكن بكواليس عالم وزارة الطاقة ولا بدك بلش عد معك من مبارح لانه بيختلف كتير نظرة المطلقة وحتى توقعاته من حضرتك الداه بدي يتوقع منك والداه بدي يعلي سقف المعايير تختلف حسب من وين بدك بلش نعد من حضرتك اللي قلته هلأ من شوية هذا ما بيتغير ومش حيتغير يعني اليوم ما فيك يعني تسناب يور فينجرز وتقول بكرة حيخلق معمل هيدا المعمل إذا عملته بلبنان ولا عملته بغير لبنان حياخد هيدا الوقت بلبنان يمكن ياخد أكتر وأخد أكتر لسبب أنه اليوم إذا بتعمل مناصة ما حدا بيجي بيقل لك خيليش بدي يعمل معمل بلبنان ما لبنان مفلس يعني أنا بدي أقدر غطي يعني في حدا بدي يجي يقول هيدا الدولي قادرة أنه تدفع حقه للمعمل على عشرين سنة معناته الشغل الإداري والقانوني المتطلب من هيدا المشروع هو أكتر بشوي من معمل معمول ببلد ما عنده مشكلة مالية فإذا كان رأي من عشر سنين وهو رأي اليوم يعني اليوم قبل إذا اليوم بدنا نعمل معامل الكطاع الخاص بيملكها أو شراكي مع الكطاع العام أو الكطاع العام بيملكها هيدا المعمل مش حين عمل بسنة مستحيل أنا بأكد لك أنه ما في معمل حين عمل بسنة إلا إذا بدنا نجيب الكهرباء بستة شهر أو بسنة بدنا نرجع لخيارات الناس رفضتها خيارات الأجار الاستئجار على الأرض أو عائمة أو البدكيه اليوم كمان الناس كان فيه خيارات معينة هي رفضتها وكانت عم تطلب الحكومة تكون كلها مؤلفة من اختصاصين شرط أنه ما يكونوا مستقلين ولكن ما تم الإصغاء على مطالب الناس يعني يكونوا اختصاصين شرط أن يكونوا مستقلين يعني عم بيقولوا ما بينفع بس يكونوا اختصاصين اليوم شفنا العكس شفنا أشخاص غير مستقلين شفنا حكومة غير مؤلفة من أشخاص مستقلين وكملتوا حتى لو الشعب ما بدوا هيك بينما بنو قابل عم شوف بحديثك لما عم تحكي عنه الخطط وعن الأمور التقنية عم تحكي عن الشعب وعم تقول نحنا بدنا نشوف رأي الشعب يعني ما فيه تناقض شوي يعني حكومة مبنية على عكس آراء الشارع اليوم عم تقول أنا خططي التقنية بديها تكون مثل ما الشارع بدوا ما فيها شوي تناقض مش مثل ما الشارع بدوا لا أنا ما قلت هيك أنا قلت أنه الخطة اللي بدي أطرحها بدي أعرضها على الشعب بدي أخذ آراء الكنستيشوانس اللي هني الناس اللي هني بيحسوا حالهم أنه بيفهموا بكطاع الطاقة يبقى أما هني بيقنعوني بالشي اللي هني طارحينه أو أنا بيقنعون يعني اليوم مش لحق أملا مش لحق أسطنبط شي جديد أوكي مش معني أنا بحس حالي أكتر إنسان مستقل لأنه أنا كل الوزراء اللي اشتغلت معهم هني بيعرفوا ولازم تحكوهم أنا برأيي أفضل شي إنه تحكوهم تقولوا مين هو ريمون غجاج شو كان يطرح علينا إذا أنا شي مش مقتنع فيه ولا ممكن أطرحه عدد وزير خلص وقتنا راس بدأ يعني السؤالين بشكل كتير سريع صدقا شي مرة تم استشارتك بموضوع معين وكنت ملاقى أنه رأيك صائب ولكن ما تم الأخذ عن الاعتبار برأيك واتجه أحد الوزراء إلى خطة بتعاكس أفكارك وخطة بتلاقي أنت غير صائب نهيئيا طبعا طبعا صارت أنا عندي رأيي طيقني اليوم حضرتك إذا عندك أراء صائب وأحد الوزراء أو أحد المعنيين تصل فيك وقال لك ما تعمل هذا الرأي وخد برأيي الخاطئ هل ممكن أنه يكون عندك مناعة تقوى على الضغط السياسي أم لا إذا أنا رأيي مش مرحب بي أنا مش لحق أخذ رأيي تاني وأفضل لي أني استقيل من أني أبقى بحكومة بس لحتى نفذ مشاريع أنا مش مقتنع فيها يا أما بيقنعوني يا أما بيقنعون على أمل يعني المواطنون بالنهاية ما بدون شي غير أنه يشوفوا خطط إيجابية بالأيام المقبلة يمكن كلكم كوزراء جديد بالمقابلات الكل عم بيكون شوي قاسي معكم أو عم بيكون فيه اتهامات أو فيه أو فيه أكتر أسئلة طبعا حقهم حقهم ولكن اليوم ظهرف استثنائي وما مطلوب أن يكون شي غير أن يكونوا تشتغلوا صح كرمال مواطن اللبناني يعطيكم الثقة لأنه ثقة الشارع هي أهم يمكن حتى من ثقة المجلس آنية شكرا لك حضرة الوزير ريمو غجار